السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم طلار وطلاب الصف الثاني الاعدادي ان شاء الله النهاردة مراجعة الجغرافية ربع ساعة مهمة جدا كل يركز فيها بأهم الأسئلة ويلا نبدأ على طول في قناة مستر قسانة محمود وأول سؤال عندنا الموقع بالنسبة لليابس والمية هو اسمه الموقع الجغرافي طبعا أنا ما كتبتش الإجابات عشان أنت تجيبه وراء وقلم وتكتب معايا موقع بالنسبة لليابس والمية اسمه موقع جغرافي لكن الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض اسمه الموقع الفلكي يحد الوطن العربي شمالا لو بصينا على الوطن العربي هنعرف أن البحر اللي فوق البحر المتوسط والجبال اللي فوقي هي جبال تروس ودي تقع في تركيا الشمال الشرقي عندنا جبالين ناحية العراق لو بصيت في العراق من ناحية اليمين هتلاقي زاجرس ولو بصيت شمال هتلاقي قردستان يمانا عندي الشمال الشرقي زاجرس وكاردستان والجنوب المحيط أنا سمعك بتقول المحيط الهندي دول الوطن العربي عددها 22 دولة مساحة الوطن العربي هي مساحة 13 مليون كيلو متر مربع الأهمية وقت الحرب والأزمات والسلم اسمها أهمية استراتيجية مضيق يصل الخليج العربي بخليج عمان وتشرف عليه عمان وإيران واضح جدا مدام خليجين ببعض يبقى هورموس لكن لو انت عايز تقول المغرب وأزمانيا بتوديك من بحر المتوسط للمحيط الأطلنطي أكيد مضيق جبل طارق مضيق يصل البحر الأحمر بالمحيط الهندي وتشرف عليه جيبوتي واليمن للسائلين مضيق باب المندب باب المندب بيودينا من البحر الأحمر للمحيط الهندي لكن البحر المتوسط جبل طارق رقم 8 تعد مدينتي سبتة ومليلة من المدن المحتلة بالمغرب مدنتين مش هما بس المحتلين فلسطين لو انتوا فاكرين طبعا والجزر الإماراتية دولة تقع خارج الامتدال الفلكي للوطن العربي هي دولة جزر القمر هضبة تقع أو تمتد بين البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا هي تقريبا أكبر هضبة في أفريقيا هضبة أفريقيا الشمالية سهول كوانتها الأنهار عن طريق ترسيم المغادر العالقة اسمها سهول فايدية سهول كوانتها الرياح اسمها سهول صحراوية السهول أرض مستوية تمتد على طول سحل البحر هنا سهول ساحلية يبقى أنا عندي سنة تانية ثلاث سهول لو جنب النهر يبقى سهول فايدية لو جنب البحر يبقى سهول ساحلية لكن لو كوانتها الرياح يبقى سهول صحراوية أرض منخفضة تعتمد عليها المياه الجوفية أكيد واضحة جدا هي الوحاة في ليبيا واحت القفرة ووادي اللي موجود في مصر اسمه وادي العلاقي وده وادي جاف يعني اوديها جفة اوديها كانت تجري فيها المياه مياه الأمطار ثم جفت هضبة تقع في جنوب شبه جزيرة عربية هضبة حضرموت هضبة تقع في الوسط نجد والهضبة اللي تقع في الشمال هي بادية الشام من الجبال الالتوائية هي نشأة نتيجة حرقات التوائية تحدث في الكشرة الأرضية زي جبال زجرس وقردستان وأطلس وعمان لكن الجبال الانكسارية جبال البحر الأحمر في مصر والسودان وفي السعودية الحجاز وعسير وفي اليمن مرتفعات اليمن وما ننساش جبال الشام من الجبال الانكسارية كده خلصنا مع بعض أول صفحة الصفحة الثانية هنتكلم فيها عن باقي أهم الأسئلة في مادة الجغرافيا ما ننساش طبعا نبعث لكل صحابنا على القناة عشان كل يستفاد في قناة مستر أسامة ورقم 20 جبال نتيجة حرقات التوائية اسمها الجبال التوائية تمتد جبال أطلس من الغرب للشرق وركز أو في السوال ده جبال أطلس موجودة في ثلاث دول تونس والمغرب والجزائر وبينهم هضبة اسمها هضبة الشطوط جبال الشام هي الجبال اللي على الساحل الشرق للبحر المتوسط في سوريا ولبنان وفلسطين وتنحصر بينهم أنهار نهر الليطاني في لبنان ونهر العاصي في سوريا تكونت هضبة اليمن من صورانات بركانية تكونت دلات الأنهار شواطئ البحار من التعرية أنا سمعك بتقول التعرية المائية يمتد الإقليم جنوب الوطن العربي هو الإقليم المداري ويمو به حشائش السفنة حار ممتر صيفاً وأشجار طبعاً لو أنتوا فاكرين فحشائش السفنة أشجار السنت ودي اللي بيعتمد عليها في استخراج السمغ العربي ونكمل أسئلتنا مع بعض والسؤال رقم 26 يمتد إقليم البحر المتوسط في الأطراف الشمالية ويمو به حشائش الستيبس غابات معتدلة زي أشجار أنا سمعك بتقوله البلوت الفليني والأرز والزاتون أكبر الأقليم المناخية هي الأقليم الصحراوية 80% ومن النباتات اللي موجودة في الصحرة الصبار والتين الشوكي والحيوانات القبل والزواحف منطقة قليلة المطر اسمها زل المطر تقع عند السفوح الداخلية للجبال يتم تقسيم الوطن العربي إلى أقليم وده سؤال مهم جداً يتم تقسيم الوطن العربي إلى أقليم بسبب تنوع المناخ الفرق بين عدد الموليد والوفيات اسمها زيادة طبعية انتقال الفرد من منطقة الأخرى لهجرة نسبة عدد السكان على المساحة وإلى المساحة اسمها كسافة سكانية من الدول التي تعاني من ارتفاع البطالة مصر وسوريا بها فائد سكاني وعجز في الموارد علاقة غير متوازنة بين السكان والموارد بتحدث مشكلة اسمها المشكلة السكانية من الدول التي تعاني من السرعات سوريا وفلسطين يفضل سكان اليمن ولبنان سكاني الجبال وده طبعاً بسبب اعتدال المناخ زيادة عدد السكان خلال فترة اسمه نمو سكاني تقوم مصر بالتعداد السكاني كل عشر سنوات لكن الأردن كل خمس سنوات من العوامل الطبيعية في توزيع السكان المية والتربة الخزبة والمناخ من المناطق نادرة السكان هي الصحاري لكن المنخفضة هضبة الشطوط والجهات الساحلية في الشام وشمال أفريقيا من المناطق متوسط الكسافة منطقة تنشأ حول المدينة اسمها العشوائيات أفراد في سن العمل قوة العمل يمثل 55% الحضر لكن لو 45% الريف لكن النسبة الأوليلة هي طبعاً حرفة رعي الغنم اللي موجودين في الصحراء وهم البدو يعمل البدو بحرفة الرعي يرجع ارتفاع طبعاً الإعالة في الوطن العربي إلى زيادة صغار السن وكبار السن طول ما فيه صغار سن وكبار سن فيه غير منتجة فتزداد نسبة الإعالة يعمل سكان الريف أنا سمعكو بتقوله بالزراعة وتربية الحيوانات لكن سكان الحضر بالصناعة والتجارة والخدمات أسئلة مهمة جداً نركز فيها نتج عن نشأة المدن البترولية في دول الخليل إلى الهجرة إليها نتيجة القرب من دائرة الاستواء ترتفع درجة الحرارة تتكونت السلوك بسبب أنا سمعكو بتقوله كلما ارتفعنا 150 متر عن سطح البحر تقل الحرارة درجة موية نسبة البدو في تناقص بسبب الهجرة الأودية الجفة أهمية الحصول على المياه الجوفية وتستخدم كطرق للمواصلات ترجمة نانسي قنقر